مشاهدي قناة مكتبتي التعليمية مرحبا بكم في الصفحة ثلاثة وعشرون إذن سنكمل تمارين درس الأعداد العشرية الجمع والطرح والضر تابعا أضعوا وأنجزوا ما يلي إذن عندنا تسعمائة وتمانية وخمسون فاصلة اثنان زائد تسعة وتمانون فردوا معي البال عندنا عدد عشري وعدد صحيح فهناك يخصنا نرد البال الفاصلة ففي العدد العشري الفاصلة كتفرق ما بين الجزء العشري والجزء الصحيح الجزء العشري اللي هو إثنان والجزء الصحيح اللي فيه الوحدات والعشرات والمئات إذن الوحدات هو تمانية الوحدات في تسعة وتمانون تسعة ومن اللي كنبغي نديره العملية دي الجمع أو للطرح كنديره الوحدات تحت الوحدات إذن غادي نديرو 958.2 زائد 9 غادي نحطها تحت 8 وتمانية تحت 5 فتسعة وتمانون اللي كي يتلف غادي يردى عدد عشرة كيفاش يردى؟ غادي لها فاصلة صفر إذن تسعة وتمانون فاصلة صفر فاش دي الفاصلة تحت الفاصلة والواحدة تحت الواحدات والعشرة تحت العشرة إلى غير ذلك تم نجزو العملية بالطريقة لك أنك نجزو بهذه العملية دي أضعها وأنجيز إذن إثناني زائد لا شيء إثناني تسعة زائد تمانية سبعة عشر كتبه 7 وحدة فضو بواحد تمانية تسعة زائد خمسة أربعة عشر كتبه أربعة وحدة فضو بواحد تسعة عشر لذلك المجموع هو ألف وسبعة وأربعة فاصلة إثناني بنفس الطريقة نجزو هذه العملية لكن هذه المرة أعطونا عدد عشري زائد عدد عشري إذن فقط سنجد الفاصلة تحت الفاصلة والأرقام سنجد رتبهم كيف ما أعطوهم لنا إذن 23 فاصلة 109 زائد 5178 فاصلة 8 إذن الفاصلة تحت الفاصلة 8 هنا 7 هنا الوحدة تحت الوحدات 10 تحت العشرات والمئات كذلك تحت المئات بالنسبة للمئات هنا لا شيء ونجزل العملية إذن نقف الفيديو ونجزل العملية وكمل ما تبقى من العمليات بنفس الطريقة إذن نكمل 9 زائد لا شيء 9 0 1 زائد 8 9 نضع الفاصلة ما ننساوش ننزلو بالفاصلة 3 زائد 17 كتبه 0 واحتفظه ب1 8 9 زائد 2 11 كتبه 1 واحتفظه ب1 5 6 إذن المجموع هو 610 فاصلة 909 ثم 524 فاصلة 631 524 فاصلة 631 3 زائد إذن قبل ما تشوفوا الوضع وقفوا الفيديو وحطوا العملية يعني الوضع قلناك نديره الفاصلة تحت الفاصلة وبعد ذلك نرتبه الأرقام الأخرى إذن فاصلة تحت الفاصلة 425 425 الوحدة تحت الوحدات العشرة تحت العشرة المئة تحت المئات 425 فاصلة 7 ثم ننجزل العملية بالطريقة المعتادة 1 3 6 زائد 7 13 كتبه 3 واحتفظه ب1 شنو مخصني شننسى ما ننساش الفاصلة أضع الفاصلة 5 زائد 5 10 كتبه 0 واحتفظه ب1 245 4 زائد 5 9 إذن المجموع هو 925 فاصلة 321 و 3 نمشيه لعمليات الطرح كذلك يخصنا حطو الوضع صحيح يعني إذا عندنا عددين عشريين فكندير الفاصلة تحت الفاصلة وكرتبه الأرقام الأخرى عندنا عدد صحيح وعدد عشري فهنا كيخصنا نرد البال يخصنا حطو الوحدات ديال العدد الصحيح الوحدات ديال العدد العشري تلفت معرفش نحدد الوحدات غدير رجع هدك العدد الصحيح عدد عشري غدير له فاصلة صفر فاصلة صفر صفر إذن 835 فاصلة 9 ناقص إذن الفاصلة تحت الفاصلة 102 فاصلة أربعة نلاحظوا الفاصلة تحت الفاصلة نحن رتبنا الأرقام الأخرين إذن 4 ناقص لا شيء أربعة 9 ناقص أربعة خمسة أنزلوا بالفاصلة 5 ناقص 2 3 3 ناقص 0 3 8 ناقص 1 7 الفرق هو 723 3 3 3 فاصلة 4 5 العملية الأخرى لتوقفوا الفيديو تحطوا العملية ونجزوها ورجعوا شوفوا الجواب إذن المائة و 17 ناقص قلنا 5 وحدات هو 7 رقم الوحدة هنا هو 9 الوحدة تحت الوحدات فاصلة العشرات تحت العشرات 25 إذن 117 كما قلت ممكن نضيف لها فاصلة 0 0 1 ونجزو العملية 0 ناقص 5 لا يمكن است distrib vị 10 ورجو 10 ناقص 5 0 ناقص 3 لا يمكن استدليف 10 ورجو 10 ناقص 3 7 نزيلوا بالفاصلة 7 ناقص 10 لا يمكن استدليف 10 ورجو 17 10 10 7 1 10 لا يمكن استدليف 10 ورجو 11 10 10 1 وواحد ناقص واحد صفا. اذا الفرق هو سبعة عشر فاصيلة خمسة وسبعون. العملية ثالثة. عملية الطرح كذلك وقفوا الفيديو قبل ما تشوفوا الجواب. وبنفس التقنية بنفس الطريقة. هيتنجزوها. هيتدير الوحدات تحت الوحدات. مئة وتسعة عشر. اما هيتدير الوحدات تحت الوحدات. لمعرفش الوحدات. غدير مئة وتسعة عشر فاصيلة صفر صفر. ودر الفاصيلة تحت الفاصيلة. ونجز العملية بكل سهولة. اذا خمسمائة واربعة وعشرون فاصيلة صفر تسعة. ناقص. اذا الوحدات تسعة. نحطها تحت الوحدات هنا. العشرات. المئات. فاصلة صفر صفر. تسعة ناقص صفر تسعة. صفر ناقص صفر صفر. فضع الفاصيلة. أربعة ناقص تسعة. سليف وعشر ودر سلا. أربعة عشر ناقص تسعة. خمسة. اثناني ناقص اثناني صفر. وخمسة ناقص واحد أربعة. فالفرق هو أربعمائة وخمسة فاصلة صفر تسعة. ثم نمر إلى عمليات الضرب. نلاحظوا في عمليات الضرب. عمليات الضرب ما كيهمش سواء وضعنا الفاصلة تحت الفاصلة أو لموضعناها. فقد نجزو كأن الفاصلة غير موجودة. بعد ذلك حتى نسألوا العملية. وكل خول جدل. ونضع الفاصلة. إذن سنجزو المثل الأول. سبعة وتمانون. فاصلة ثلاثة عشر. في خمسة وسبع. خمسة في ثلاثة. خمسة عشر. كتبوا خمسة واحد تفضوا بواحد. خمسة في واحد. خمسة والواحد ستة. خمسة في سبعة. خمسة وتلاثون. كتبوا خمسة واحد تفضوا بثلاثة. خمسة في تمانية أربع. والثلاثة تلاثة وأربع. أضع نقطة. سبعة في ثلاثة واحد وعشر. كتبوا واحد واحتفضوا باثنان. سبعة في واحد سبعة والاثنان تسعة. سبعة في سبعة تسعة وأربع. كتبوا تسعة واحتفضوا بأربعة. سبعة في تمانية ستة وخمس. والأربعة ستة. ثم نقوم بعملية الجمع خمسة زائد لا شيء خمسة ستة زائد واحد سبعة وخمسة زائد تسعة أربعة عشر كتبوا أربعة واحد تفيدوا بواحد تسعة عشر تلاتة عشر كتبوا تلاتة تفيدوا بواحد أربعة خمسة ستة إذن بعدما وجدنا الجدأ سنجد الفاصلة سنحسب كم من رقم بعد الفاصلة عندنا واحد جوج عندنا رقماني بعد الفاصلة وغادي نجيو الجدأ انطلاقا من الوحدات سنحسب واحد جوج ونحط الفاصلة الجداء هو ستة ألاف وخمسمائة وأربعة وثلاث فاصلة خمسة وسبع بنفس الطريقة ستوقف الفيديو ستنجزل العملية الثانية فقط في العملية الثانية ستسبقوا مئة وعشر فاصلة سفر سبعة كتبوها الفوق وتحت منها مئة وتيسعة لماذا؟ لأن العدد اللي فيه أقل عدد دي الأرقام كنحطوه دائما في الأسفل كنحطوه لتحت باش ما يتخرج عندنا العملية فيها بزاف دي النقاط فملك يكون عندنا جوج دي الأرقام كنكتبو نقطة ثلاثة دي الأرقام جوج دي النقاط ربعا دي الأرقام ثلاثة دي النقاط فاحنا باش ربحوا الوقت دائما العدد اللي فيه أقل عدد دي الأرقام كنحطوه لتحت لنمئة وعشرون فاصلة سفر سبعة في مئة وتسعة تسعة في سبعة تلاتة وستة كتبوه تلاتة واحدة في ضب ستة ونكتبوها مباشرة لماذا لأن السبعة قدمها الصفر إذا كتبنا تلاتة واحدة في ضب ستة تسعة في صفر صفر زائد ستة ستة ما الأفضل نكتبوها مباشرة تسعة في صفر صفر تسعة في اتناني ثمانية عشر كتبوه تمانية واحدة في ضب واحد تسعة في واحد تسعة والواحد عشر أضع نقطة سيفر في سبعة صفر ثم نضع نقطتان واحد في سبعة سبعة واحد في سفر سفر واحد في سفر سفر واحد في اثنان اثنان واحد في واحد واحد أنا أقوم بعمليتي الجمع إذن ثلاثة زائد لجئ ثلاثة ستة سبعة تمانية سفر ثلاثة واحد بعد ذلك نضع الفاصلة سنرى كم من رقمين بعد الفاصلة لدينا واحد جوج جوج الأرقام ونحسبه واحد جوج بدءا من الوحدة فنحصل على تلاتة عشر الفان وسبعة وثمان فاصلة تلاتة وستة ثم العملية الثالثة خمسمائتين واربعة وتسعون فاصلة تلاتة في واحد فاصلة سبعة وأربعون لاحظوك أن نجد العملية كأن الفاصلة غير موجودة إذن سبعة في ثلاثة واحد وعشرون كتبوا واحد واحتفظوا بإثنان سبعة في أربعة تمانية وعشرون والإثنان ثلاثون كتبوا صيفر واحتفظوا بثلاثة سبعة في تسعة ثلاثة وستون والثلاثة ستة وستون كتبوا ستة واحتفظوا بستة سبعة في خمسة خمسة وثلاثون والستة واحد وأربعون أضع نقطة وأنا أمر إلى الرقم الموالي وهو أربعة أربعة في ثلاثة اثنى عشر كتبوا اثنان واحتفظوا بواحد أربعة في أربعة ستة عشر والواحد سبعة عشر كتبوا سبعة واحتفظوا بواحد أربعة في تسعة ستة وتلاثون والواحد سبعة وتلاثون كتبوا سبعة واحتفظوا بثلاثة أربعة في خمسة عشرون والثلاثة ثلاثة وعشرون ثم أضع نقطتان واحد اثنان واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في أربعة أربعة واحد في تسعة تسعة واحد في خمسة خمسة ونقوم بعملية الجامعة واحد اثنان سبعة زائد ثلاثة عشر زائد ستة ستة عشر كتبوا ستة واحتفظ بواحد سبعة تمانية تسعة زائد أربعة ثلاثة عشر كتبوا ثلاثة واحتفظ بواحد أربعة خمسة تمانية تمانية زائد تسعة سبعة عشر كتبوا سبعة أحتفظ بواحد خمسة ستة سبعة تمانية ثم نضع الفاصلة قلنحسبوا كم من رقمين بعد الفاصلة عندنا واحد اثنان ثلاثة نحسبوا واحد اثنان ثلاثة ونضع الفاصلة إذن الجداء هو تمانمائة وتلاتة وسبعون فاصلة ستمائة وواحد وعشرون التمرين الثامين أملأ الجدولين التاليين عندنا A B A زائد B إذن A زائد B يعني مئتان زائد عشرة فاصلة خمسة وسبعون ندير مئتان زائد عشرة الوحدة حتى الوحدات والعشرة حتى العشرة فاصلة خمسة وسبعون يساوي خمسة زائد لا شيء خمسة سبعة زائد لا شيء سبعة صفر واحد اثنان مئتان وعشرة فاصلة خمسة وسبعون مئتان وعشرة فاصلة خمسة وسبعون ثم مئتان ناقص ناقص عشرة فاصلة خمسة وسبعون ندير هنا فاصلة سفر سفر ونجزل العملية إذن صفر ناقص خمسة لا يمكن استريف عشرة ورد السلف عشرة ناقص خمسة خمسة عشرة ناقص تمانية لا يمكن استريف عشرة ورد السلف عشرة ناقص تمانية اثنان ثم نزل بالفاصلة صفر ناقص واحد لا يمكن استريف عشرة ورد السلف عشرة ناقص واحد تسعة وصفر ناقص واحد لا يمكن سلف عشر ورد سلف عشر ناقص واحد دائما تسعة أو عشر ناقص اثنان تمانية لأن سلفنا وردنا السلف ثم اثنان ناقص واحد واحد الفرق هو مائة وتسعة وثمانون فصل خمسة وعشرون ثم خمسة وثلاثون فصلة صفر واحد زائد سبعة عشر سبعة عشر فصلة صفر واحد زائد لا شيء واحد ثم صفر نديره بالفاصلة خمسة زائد سبعة نساوي اثنان عشر اكتبوا اثنان واحد فضل بواحد ثلاثة اربعة خمسة اثنان وخمسون فصلة صفر واحد ثم دائما خمسة وثلاثون فصلة صفر واحد ناقص سبعة عشر فصلة صفر صفر هنا يتوقفوا الفيديو وغيرتنجزي العملية لأنها جدا بسيطة بنفس الطريقة يتلقوا الفرق إذن واحد ناقص صفر واحد صفر ناقص صفر صفر خمسة ناقص سبعة ليمكن سلف وعشر أو دو سلف خمسة عشر ناقص سبعة يساوي تمانية وتلاتة ناقص اثنان يساوي واحد إذن الفرق تمانية عشر فصلة صفر واحد قلنا المجموع اثنان وخمسون فصلة صفر واحد والفرق تمانية عشر فصلة صفر واحد العملية الثالثة وقفوا الفيديو ونجزوها نجزو الجمع ثم الطرح لأن مئة وخمسة وسبعون فصلة ثلاثة زائد الفاصلة تحت الفاصلة إثناني وتيسعون فاصلة صفر سبعة إثناني وتيسعون فاصلة صفر سبعة ممكن نضيفه هنا الصفر صفر زائد سبعة سبعة ثلاثة زائد سفر ثلاثة سبعة 16 اكتبه ستا احتفظه به واحد إثنان إذن مئتاني وسبعة وسيت فاصلة سبعة وتلعة ثم الطرح عملية الطرح دائما 175 فصيلة 3 ناقص فصيلة تحت الفصيلة 07 92 يمكن أن نضيفه أنه السفر سفر ناقص 7 يمكن أن نسترفه 10 10 ناقص 7 3 ناقص 1 2 نزيله بالفصيلة 5 ناقص 2 3 7 ناقص 9 يمكن أن نسترفه 10 17 ناقص 9 يساوي 8 و1 ناقص 1 يساوي 7 إذن الفرق 3 و 8 فصيلة 23 ثم صفر فصيلة 973 زائد صفر فصيلة صفر ثلاثة الفاصلة تحت الفاصلة صفر فصيلة صفر ثلاثة كنت نرتب الأرقام الأخرى الجامع ثلاثة زائد لشيء ثلاثة 7 زائد ثلاثة عشر كتبه صفر احتفظه بواحد تسعة عشر كتبه صفر احتفظه بواحد اضع الفاصلة ثم صفر زائد واحد زائد صفر يساوي واحد إذن 1 فصيلة صفر صفر ثلاثة أما الفرق دير صفر فصيلة تسعمائة تلاثة وسبعون ناقص صفر فصيلة صفر ثلاثة ثلاثة ناقص لا شيء ثلاثة سبع ناقص ثلاثة أربعة تسعة ناقص صفر تسعة وضع الفاصلة ثم صفر ناقص صفر الصفر إذن الفرق هو صفر فصيلة تسعمائة وتلاثة وأربعة ونكتب صفر فصيلة تسعمائة وتلاثة وأربعة ثم ألف زائد تسعة عشر فصيلة صفر صفر واحد إذن ألف ممكن نكتبه ألف فصيلة صفر 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 باش نديره الفاصلة تحت الفاصلة ونكتبه تسعة عشر فصيلة صفر صفر واحد صفر صفر واحد إذن المجموع هو ألف وتسعة عشر فصيلة صفر صفر واحد الفرق ألف دائما فصيلة صفر 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 ناقص تسعة عشر فصيلة صفر صفر واحد صفر ناقص واحد لا يمكن سلف عشر ورد السلب عشر ناقص واحد تسعة صفر ناقص واحد لا يمكن سلف عشر ورد السلب عشر ناقص واحد تسعة صفر ناقص واحد لا يمكن سلف عشر ورد السلب عشر ناقص واحد تسعة نزيله بالفاصلة صفر ناقص عشر لا يمكن سلف عشر ورد السلب عشر ناقص عشر صفر وصفر ناقص واحد لا يمكن سلف عشر ورد السلب عشر ناقص 1 تسعة وواحد ناقص 1 صفر إذن الفرق هو 908 فصل 909 أما المجموع فهو 1019 فصل 001 1019 فصل 001 والفرق 980 فصل 909 90 ثم سنكمل ملء هذا الجدول 10 في 5 يساوي 50 كاللاحظة من اللي كنضربه في 10 كنضيفه الصفر 13 نضيفه للصفر 130 ولكن في العدد العشري فكنحول الفاصيلة رتبة إلى اليمين من اللي كنضربه في 10 كنحولها رتبة إلى اليمين يعني كنهنا كنزيده واحد الرتبة اليمين فيصبح 195 حولنا من هنا احتلنا إذن ولدت 195 فاصيلة لا شيء يعني 195 20 في 10 سنضيفه الصفر 200 كذلك سنحول الفاصيلة رتبة إلى اليمين تولي 7 فاصيلة 5 إذن وقفوا الفيديو ونجزوا ما تبقى من العملية إذن 10 في صفر فاصيلة واحد سنحول الفاصيلة كذلك رتبة إلى اليمين فتصبح واحد ثم 10 في صفر فاصيلة صفر واحد سنحولها رتبة إلى اليمين ستصبح صفر فاصيلة واحد رتبة إلى اليمين صفر فاصيلة صفر واحد صفر واحد في 100 من اللي كنضربه في 10 كنضيفه صفر في 100 ضيفه صفرين هنا حولنا رتبة هنا قد نحول رتبتين إلى اليمين إذن الرتبة الأولى قد تولي مئة وخمسة وتسع الرتبة الثانية قد نضيف الصفر إذن ألف وتسعمائة وخمسة فلاحظوا مئة أو تسعة عشر فاصلة خمسة في مئة باش ما تلفوش قلنا ملي كان ضربه في عشرة نحول الفاصلة رتبة إلى اليمين في مئة رتبتين هنا عندنا غير رقم واحد بعد الفاصلة إذن غادي نحول رتبة واللي بقى غادي نضيفه صفر ملي كان ديرو مئة وخمسة وتسعون فهي تسعة عشر فاصلة خمسة في عشرة والعشرة الخرة قد نضيفه الصفر فتصبح ألف وتسعمائة وخمسة ثم مئة في عشرون قد نكتبه عشرون ونضيفه جوجة للصفرات الفاني قد نحوله رتبتين إلى اليمين واحد جوج فتصبح خمسة وسبعون رتبتين كذلك واحد رتبة واحدة والصفر رتبتين رتبتين إلى اليمين نحوله اللول صفر فاصلة واحد ثاني واحد ثم الرتبة الأولى رتبة تانية إذن صفر فاصلة واحد ثم في ألف إذن خمسة في ألف خمسة ألاف ثلاثة عشر في ألف ثلاثة عشر ألف تسعة عشر فاصلة خمسة في ألف قد نحول الفاصلة كم من رتبة ثلاثة دين الرتب ثلاثة رتب إلى اليمين إذن الرتبة الأولى هي في عشرة قد نضيفه الصفر حالا ضربنا في مئة وغادي نضيفه صفر آخر في ألف إذن مئة وخمسة وتيسعون هي في عشرة نضيفه جوزي للصفرات باش نضربه في ألف ثم عشرون في ألف عشرون ألف ثلاثة باصلة خمسة وسبعون في ألف كذلك غادي نديروا هذا المثال في الورقة ثلاثة باصلة خمسة وسبعون في ألف يساوي إذن غادي نحول الفاصلة كم من الرتبة إلى اليمين واحد جوز ثلاثة ثلاثة در رتب اليمين إذا كتبنا خمسة وسبعون يلا حولناها رتبتين إلى اليمين فنضيفه واحد الصفر ديال الرتبة التالية ثلاثة بمئة وخمسون صفر فاصلة واحد أتولي مئة الرتبة الأولى ونزيد جوز ديال الأصفال رتبتين صفر فاصلة صفر واحد أتولي عشرة هالرتبة الأولى التانية والصفر ديال الرتبة التالية ثم ثلاثة رتبة أتولي هنا يا واحد رتبة الأولى التانية تالية تولي صفر 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 واحد ليه واحد سبعة وخمسون في خمسة قد نجز العملية ضع وأنجز 57 في 5 يساوي 205 و8 بدأ إنجاز العملية سنحصل على 205 و8 57 في 13 741 بعد إنجاز العملية 57 قد نجز العملية كأن الفاصلة غير موجودة بعد ذلك قد نضير رقم 1 بعد الفاصلة 57 في 19.5 1111.5 1111.5 ثم 57 في 20 يساوي 1140 بعد إنجاز العملية بطبيعة الحال كذلك غيرتوقفوا الفيديو غيرتنجزوا ما تبقى من العمليات وردوا البل الفاصلة ورجعوا وشوفوا الجواب إذن 57 50 في 0.75 يساوي 22 واربعون فاصلة وسبعون 57 في صفر فاصلة واحد من اللي كنا نضربوا في عشرة كنحول الفاصلة رتباتا إلى اليمين من اللي غادي نضربوا في العكس يعني في 1 على عشرة صفر فاصلة واحد فهي 1 على عشرة صفر فاصلة واحد كنت تساوي 1 على 10 إذن من اللي كنا نضربه في عشرة كنحول الفاصلة رتبة إلى اليمين من اللي غادي نقسمه على عشرة غادي نحول الفاصلة رتبة إلى اليسار كيف ذلك؟ سبعة وخمسون في صفر فاصلة واحد إذن غادي نحول الفاصلة رتبة إلى اليسار سبعة وخمسون فاصلة صفر غادينا الفاصلة نحولها رتبة إلى اليسار سبعة وخمسون هي 57.0 إذا حولنا الفصل الرتبات إلى اليسار يعني لا أتجي أتولي هنا 5.7 5.7 ثم في صفر فاصل صفر واحد سنحولها رتباتين إلى اليسار إذا الفصل كنا سنحولها واحد أتولي صفر فاصل 57 ثم ثلاث رتب إلى اليسار واحد جوج والتلتة سننضيف فيها الصفر إذا الصفر فاصل صفر 57 الرتب الأولى الثانية تلتة 415 في 5 بعد إنجاز العملية سنحصل على 275 ثم 415 في 13 5395 415 في 19 فاصل 5 يساوي بعد إنجاز العملية 8092 فاصل 5 أما 415 في 20 في ساوي 8300 415 415 دائما 415 415 في 0.75 يساوي 311 فاصل 5 25 525 ثم قد نضرب 415 415 في 0.1 سنحول الفاصلة رتبة إلى اليسار 415 415 415 415 ثم 3 ثم ثلاثة رتب وقفوا الفيديو ونجزوه ثلاثة رتب رتبة الأولى الثانية الثالثة الجي صور فاصلة 415 415 التبريد رقم 9 أكتبوا العدد المناسب مكان النقط لاحظوا عندنا 28 فاصلة 60 زائد كام لنحصل على 50 فباش غادين بصص عليكم غادين نديروا أرقام صغيرة نديروا مثلا 3 زائد 2 يساوي 5 فإلا ما كانش عندنا 2 وعطونا 3 زائد كم يساوي 5 غادين نقول زائد 2 ولكن كيفاش القنادرنا 3 ناقص أو 5 ناقص 3 ثلاثة ناقص ثلاثة حصلنا على 2 فكذلك غادين نديروا 50 ناقص 28 فاصلة 60 غادين نديروا 50 ناقص 28 فاصلة 60 50 فاصلة 0 0 ونجزوه العملية 0 0 0 0 0 0 6 لايمكن استلف 10 ورد 3 10 ناقص 64 نضع الفاصلة 0 0 9 لايمكن استلف 10 1 10 ناقص 9 1 و5 ناقص 3 2 2 2 1 2 40 ونكتب 21 1 4 أو 4 كذلك بنفس الطريقة ديروا 100 ناقص 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 ناقص 2 4 10 فنحصل على 7 5 9 بعد إنجاز العملية نتأكد 7 5 9 ثم 3 8 9 زائد كم يساوي 123 سنراجعون لهذا كلمتال البسيط الذي قدرنا هذه المرة ما عندناش 3 عندنا 2 وعندنا 5 ف2 زائد كم يساوي 5 ثم بعبارة أخرى 5 ناقص 2 اللي هي 3 إذن كذلك سنراجعون 123 ناقص 3 8 9 كذلك رد البال الوضع إلى 32 ناقص 83 9 123 ناقص 3 8 9 يساوي 9 3 1 1 أيضا سنراجعون ناقص 9 9 75 5 ناقص 9 75 يساوي 0.25 9.75 زائل 0.25 يساوي 10 كذلك 97.01 هنا ندر الفاصلة تحت الفاصلة ونرتب الأرقام ونجزل العملية كما سبق ورأينا إذن 97.01 ناقص 0.007 97.01 ناقص 0.007 يساوي 97 0.003 أيضا 53.01 ناقص 12.8 ندر الفاصلة تحت الفاصلة ونجزل العملية ونرد البل الاحتفاظ إذن 53.01 ناقص 12.8 ننقلنا الفاصلة تحت الفاصلة ورد البل الاحتفاظ ورد البل كذلك للسلف إذن 53.01 ناقص 12.8 يساوي 4.3 3.01 كذلك بنفس الطريقة الفاصلة تحت الفاصلة ونجزل العملية 85.6 ناقص 7.37 يساوي 78 فاصلة فاصلة 23 78 فاصلة 23 كذلك الفاصلة تحت الفاصلة ندر عملية الطرح 117 فاصلة إلى اليسار إذنesc ندر صفة 0.05 2.1 بنحول رتبة إلى اليسار لها تجد اتقول لي 0.05 0.05 رتبة إلى اليسار اتقول لي 0.05 5 في صفة 0.01 رتبتين إلى اليسار الرتبة الأولى الرتبتين قد نضيف الصفر فاصلة صفر صفر نجد الصفرات خمسة الرتبة الأولى الرتبة الثانية نضيف الصفر ثم في صفر فصيلة صفر صفر واحد ثلاث رتب إلى اليسار الرتبة الأولى الرتبة الثانية الرتبة الثالثة نضيف الصفر إذن تقولي صفر فصيلة صفر صفر أربعة وعشرون الصفر فصيلة الصفر صفر أربعة وعشرون ثم في صفر فاصلة صفر 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 واحد نحول واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة لتب إلى اليسار الرتبة الأولى ثانية ثالثة الرابعة سفر فاصلة صفر 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 ثمانية عشر دائمان قبل أن نمر صفر فاصلة واحد قبل أن نكتب وقلنا صفر فاصلة صفر 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 تمانية عشر إذن نصير فاصلة ثلاثة الصفرة تمانية عشر قل دائمان لك نضربه صفر فاصلة واحد نحول الفاصلة رتبة إلى اليسار نحولها إلى جهة أولي صفر فاصلة مئة واثنى عشر نحولها رتبة إلى اليسار جهة اليسار رتبتين إلى اليسار الرتبة الأولى ثانية وجهة صفر 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 واحد ثلاثين فاصلة صفر صفر واحد وتلاثون ثم نضربه في صفر فاصلة صفر صفر واحد قلن نحوله ثلاث رتب إلى اليسار إذن واحد جوج تلتة إذن صفر فاصلة صفر صفر مئة وثلاثة وأربع ثم في صفر فاصلة صفر 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 واحد لدينا ثلاثة جهة الصفرات وهذا الرابع نحول الفاصلة أربع رتب إلى اليسار إذن واحد جوج ثلاثة أربعة أجي صفر فاصلة صفر صفر مئة وسبعة وعشرون إذن قلن نحولها ربعاديا للرتب إلى اليسار واحد جوج ثلاثة أربعة ثم نضربه دائما في صفر فاصلة واحد رتب إلى اليسار يجينا الفاصلة إذن ثلاثة فاصلة أربعمائة وسبعة ثم فاصلة صفر واحد رتب إلى اليسار واحد جوج نضربه السفر والفاصلة إذن صفر فاصلة صفر صفر ثلاثة الأصفر اللي عندنا غير نردهم تمانية رتب إلى اليسار واحد جوج صفر فاصلة صفر 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 تولي ربعاديا للأصفر تمانية ثم ثلاثة رتب إلى اليسار إذن واحد جوج ثلاثة سفر فاصلة صفر 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 أربعة ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة أربع رتب إلى اليسار نحول أربع رتب إلى اليسار لاحظوا ثلاثة فاصلة صفر سبعة وخمسون في صفر فاصلة صفر 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 واحد نحول الفاصلة خلنا أربع رتب إلى اليسار الرتب الأولى ثانية ثالثة الرابعة وتولي صفر فاصلة صفر 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 ثلاثة ألاف وسبعة وخمسون إذن صفر فاصلة صفر 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 ثلاثة ألاف وسبعة وخمسون يساوي صفر فاصلة صفر 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 ثلاثة ألاف وسبعة وخمسون لأن نحول الفاصلة أربع رتب إلى اليسار واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة سير فاصلة صفر 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 ثلاثة ألاف وسبعة وخمسون نمر إلى تميل رقم 11 أقرأ الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها متعلم آخر عند حلها اشترت سيدة قطعة من الورق الملوني طولها 10.5 متر لتلفيفي 3 هدايا استعملت 3.70 متر منها للهدية الأولى 4.65 متر للثانية و 1.90 متر للثالثة ما هو بالمتر الطول المتبقي من قطعة الورق للمسألة تقول بأن واحد سيدة شراءت قطعة من الورق الملون طولها 10.5 متر لتلفيفي تغلف 3 هدايا فاستعملت 3.70 الهدية الأولى الهدية الثانية 4.65 متر والهدية الثالثة 1.90 متر السؤال ما هو بالمتر الطول المتبقي من قطعة الورق إذن قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال ستوقعوا أول الأخطاء اللي يمكن يوقع فيها متعلم إذن أول الأخطاء أنه ما غاديش يميز العملية اللي غادي يدير واش العملية ديال طرح ولا العملية ديال الجمع أو لا العملية يقدر يدير عملية ديال الضرب إذن هذا خطأ كذلك من بين الأخطاء الوضع يعني في العملية ديال الجمع ولا الطرح فممكن إنسى الفاصلة أو لا ممكن يدير الفاصلة يعني مخربقة ما يديرش الفاصلة تحت الفاصلة كذلك من بين الأخطاء من بين الأخطاء أيضا إما غادي ينسى الاحتفاظ أو اللي ينسى الفاصلة أو اللي ينسى السلف استلفوا وأردوا السلف هذه بعض الأخطاء ممكن تكون أخطاء أخرى إذن ما شي نحسبوه طول المتبقي من قطعات الغ الورق? اولا كي خاصة نعرفه شحال استعملت ديال الورق لتلفيف الهدايا. اذا ما هو طول الورق لتلفيف الهدايا. اذا اول سآل سوء عليه طول الورقي قبل ما نجاوبوا على السؤال. ما هو بالمتر الطول المتبقي؟ اذا قبل ما نجاوب على السؤال سنحسبه اولا طول الورق لتلفيف الهدايا إذن طول الورقي لتلفيف الهدايا في نظركم كيف سنحسب طول الورق لتلفيف الهدايا إذن هي استعملات 3.70 للهدية الأولى 4.65 الهدية الثانية 1.9 للهدية الثالثة كيف ندره؟ هذي نجمعه هذي الأطول ندره 3.70 زائد 4.65 زائد 1.90 بعد أن نضع وننجز سنحصل على 10.25 متر هذا هو طول الورق لتلفيف الهدايا إذن طول الورق لتلفيف الهدايا قلنا 10.25 والسيدة اشترت قطعة طولها 10.5 إذن هذا الورق اللي استعملات وش غادي نقصه ولا غادي نزيده 10.5 من طول الورق اللي كان عندها طبيعة الحال غادي نقصه لأنه كانت عندها ورقة طول لها 10.5 فهي استعملات منها 10.25 إذن غادي نديره طول الورق المتبقي طول الورق طول الورق المتبقي نقطتان إذن كانت عندها ورقة طولها 10.5 متر قلنا غادي نقص منها 10.25 متر كذلك بعد إنجاز العملية بعد وضع الفاصلة تحت الفاصلة ونرد البال كما قلت السلف وأرد السلف سنحصل على 10.25 إذن طول الورق المتبقي لهذه السيدة طوله صير فاصلة 25 متر أجيبه على أسئلة الوضعية فقد أجبنا قلنا طول الورق المتبقي هو سير فاصلة 25 متر لكسير 6 12 avec 2 des 3 nombres suivants 71.5 82.69 10.43 إذن المسألة 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 التي تقول سنستعمل فقط عددين من بين الأعداد 3 فسنحسب المسألة 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 و الأعداد فرق ممكن وكذلك جو كالكول اكبر او اصغر واكبر جداء ممكن باستعمال فقط عددين اكبر واصغر جمع اكبر واصغر فرق واكبر واصغر جداء فاولا نقارن هذا الاعداد باش نحدده العدد الاصغر والذي يليه والذي يليه اذا 71 لاحظوك باش نقارن العدد العشرية نديره واحد الخط كما هك كنعتبره هو الفاصلة نكتبوها الجي الجزء الصحيح والجي الجزء العشري 82 69 10 43 اذا نكتبوها بغا الطريقة فاولا كنقارن الجزء الصحيح يعني 71 82 عشرة اصغر هو عشرة اذا عشرة فصيلة 43 هو الاصغر بعده 71 فصيلة 5 بعده 82 فصيلة 69 فإلا بغينا نحسبه اكبر جمع اكبر مجموع بهذا الاعداد اللي عندنا فقد نختاره اكبر عدد والذي يلي اذا ندروا 10 فاصيلة 43 واربعون زائد 71 فاصيلة 5 ونحسبو المجموع 3 9 1 8 اصغر مجموع 81 فاصيلة 9 اكبر مجموع اذا نختاره العددين العددين لكبر اكبر عدد هو 82 فاصيلة 69 بعده لمرة 71 فاصيلة 5 ونحسبو المجموع 9 11 احتفظوا بواحد 2 3 4 8 ونحسبو المجموع خمساتا عشر مئة واربع وخمسون فاصيلة 19 احتفظوا بواحد احتفظوا بواحدة احتفظوا بواحدة ديفيرانس يعني الطرح او للفرق الاصغر الفرق الاصغر سنختاره 71 فاصيلة 5 فاصيلة 5 سنقسم اصغر عدد او غدين اخذوا دائما كما قلت 71 فاصيلة 5 غدين نقصوها من 82 فاصيلة 69 اذا اكبر عدد غدين نقصو من العدد الذي يلي ثم نجز العملية 9 ناقص لا شيء 9 6 ناقص 5 1 2 ناقص 1 1 8 ناقص 7 1 11 11 19 هو اصغر فرق اما الى درنا 71 فاصيلة 5 اذا 71 فاصيلة 5 ناقص 10 فاصيلة 3 و 4 سنحصل على 1 6 0 7 اذا اكبر عدد غدين نقصو من العدد الذي يلي puis la plus grande la plus grande la plus grande difference اذا اكبر اكبر فرق اكبر فرق الذي ناخد اكبر عدد 82 8 69 الذي نقص منه اصغر عدد 10 43 اتوقفوا الفيديو ونجزوا العملية 9 ناقص 36 6 ناقص 4 2 2 ناقص 0 2 8 ناقص 1 7 2 7 26 26 26 26 26 26 27 27 29 29 29 30 30 30 30 30 35 4000 30 30 30 30 40 30 60 30 71.5 ثم سننجز العملية كأن الفاصلة غير موجودة بعد ذلك بعد أن نجد الجداء سنوضع كم من رقم بعد الفاصلة 1 2 3 تتجيل الأرقام إذن بعد إنجاز العملية سنحصل على 745 فاصلة 745 545 الفاصلة 445 الآن سنحسب الفاصلة أكبر 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 عدد ثم نجز العملية إذن أكبر عدد 82 فاصلة 9 أكبر في الذي يلي 1.7.5 بعد إنجاز العملية سنحصل على 5.912 فاصلة 3.235 5.912 فاصلة 3.335 إذا هو أكبر جداء أكبر عدد منظروف في العدد الذي يلي 8.13 أحدد الأرقام الناقصة في العمليات التالية وأكتبها في المكان المناسب إذن 8 زائد 5 يساوي 13 اكتبه 3 واحتفظه بواحد 8.9 زائد كم يساوي 17 9 زائد 8 نكتبه هنا 8 يساوي 17 كتبه 7 واحتفظه بواحد ما ننسوش ندير الفاصلة 7 زائد 13 10.13 10.73 ثم 1 لعدد زائد 6 زائد 7 يساوي عدد رقم وحداته 6 إذن 6 زائد 7 13 زائد 3 يساوي 16 كتبه 6 كتبه 6 واحتفظه بواحد 9 10 7 17 20 كتبه 0 احتفظه بـ 2 ثم 9 زائد 2 زائد 1 لعدد زائد 5 يعطينا عدد رقم وحدتها 4 وقفوا الفيديو وفكروا دان 9 زائد 5 زائد 2 5 زائد 2 7 7 زائد 9 16 16 زائد كام للحصول على 24 زائد 8 اكتبه 4 واحتفظه بـ 2 ثم 3 زائد 2 5 5 زائد 9 يساوي 14 زائد 6 يساوي 20 لأننا هنا 0 إذن 204 فصيلة 0 6 ثم 0 ناقص كم يساوي 1 إذن ما يمكنش إذن 10 ناقص كم يساوي 1 10 ناقص 9 سلفنا 10 قد نرد السلف 3 ناقص 1 لعدد قد نضيفه له 1 يساوي 1 إذن 3 ناقص 2 إذن نكتبه هنا 1 والسلف لردنا 3 ناقص 2 يساوي 1 ثم 1 لعدد ناقص 4 يساوي 4 إذن إذن ماذا ماذا هو 8 8 8 ناقص 4 يساوي 4 ثم 5 ناقص لا شي يساوي 5 العملية الرابعة وقفوا الفيديو جزء إذن 6 ناقص كم يساوي 3 6 ناقص 3 3 ناقص 9 لا يمكن استلفه 10 ورد السلف 13 ناقص 9 يساوي 4 من فاصلة ثم واحد العدد ناقص 3 يساوي 3 إذن 6 3 ناقص كم يساوي 2 ناقص 1 سألن سألن دائما سأكتب الأرقام الناقص إذن 3 في 3 3 في 3 9 3 في 3 9 3 في 2 6 3 في كم يساوي 3 3 في 1 ثم واحد العدد في 3 يساوي 3 إذن هنا عندنا نقطة واحد العدد في 3 يساوي 3 اللي هو 1 إذن 1 في 3 3 1 في 3 3 1 في 2 2 و 1 في 1 1 ثم أضع نقطتين ثم أضع نقطتين نقطة الأولى الثانية واحد العدد في 3 يساوي 6 اللي هو 2 2 في 3 6 2 في 3 6 2 في 2 4 2 في 1 2 9 نقطتين نقطة الأولى نقطة الأولى 9 9 زائد 3 12 كتبه 2 1 6 7 10 16 كتبه 6 6 1 3 4 6 6 12 كتبه 2 1 4 5 6 2 ثم سنحسب كم من رقمين بعد الفاصلة إذن عندنا عندنا هنا الفاصلة وعندنا هنا فاصلة 1 2 3 4 1 2 3 4 ونجر الفاصلة هنا ثم في العملية الثانية واحد العدد كنضربه في سبعة فنحصل على عدد رقم وحداته ستة إذن عندنا تمانية في سبعة تمانية في سبعة ستة وخمسة كتبوا ستة واحتفظ بخمسة تمانية في ثلاثة أربعة وعشرون والخمسة تسعة وعشرون كتبوا تسعة واحتفظ بإثنان إذن تمانية في صفر كتبوا هنا صفر تمانية في صفر صفر والإثنان إثنان تمانية في سبعة ستة وخمسة نكتبه 6 وحتفظه ب5 8 في 3 24 وال5 29 إذن هناك يخص واحد الاثنان ثم نضع نقطة واحد العدد في 7 يساوي 7 إذن واحد واحد في 7 سبعة واحد في 3 تلاتة واحد في 0 سفر واحد في 7 سبعة واحد في 3 تلاتة ونقوم بعملية الجمع إذن 6 9 زائد 7 16 كتبه 6 وحتفظه ب1 3 4 5 6 نضع نقطة 6 إذن هذه الفاصلة فقط أنا كبرتها هي كين بعدها 9 زائد 7 قلنا 16 كتبه 6 وحتفظه ب1 3 4 5 6 إذن بعد أن نجهز العملية ندر الفاصلة فنحسبه 1 2 3 1 2 3 إذن 666 فاصلة 666 ثم العملية الثالثة كنلاحظه هنا 2 إذن هنا 2 زائد لا شيء أنت بقى 2 إذن واحد العدد الذي نضربه في 7 فنحصل على عدد رقم وحداته 2 إذن 6 في 7 6 في 7 2 و4 نكتبه 2 وحتفظه ب4 6 في 3 18 وال4 22 اكتبه 2 احتفظه ب2 6 في كم زائد 2 يساوي 8 6 في 1 6 زائد 2 8 أضع نقطة ونمر إلى الرقم الموالي 1 العدد في 7 يساوي عدد رقم وحداته 8 إذن عندنا 4 4 في 7 28 كتبه 8 واحتفظه ب2 4 في 3 12 والإثنان 16 والإثنان ليس 16 وإنما 14 12 زائد 2 14 4 في 1 4 والاحتفاظ 5 2 10 كتبه صير واحتفظه ب1 8 9 13 واحتفظه ب1 6 1 2 1 2 وندر الفاصلة 63 0 2 أما العمل الأخير إذن عندنا هنا 6 هنا ستكون 0 بعدما ندر النقطة لنحصلها إلى 0 ف2 في كم الحصول على 6 أو الحصول على عدد رقم وحدته 6 إذن 2 2 8 6 16 كتبه 6 واحتفظه ب1 2 في كم زائد 1 يساوي 5 2 2 في 2 4 زائد 1 5 2 في 7 14 أضع نقطة ونمر إلى الرقم الموالي 1 العدد في 8 يعطينا عدد رقم وحداته صفر إذن 5 في 8 4 كتبه 0 واحتفظه ب4 5 في 2 10 وال4 14 كتبه 4 واحتفظه ب1 5 خمسة في 7 خمسة وثلاثون والواحد ستة وثلاثون كتبه 6 وثلاثون 6 خمسة 8 7 ثلاثة ونضر الفاصيلة واحد اثناني إذن عندنا الفاصيلة فقط هنا رقم واحد وهم اعطونا الفاصيلة هنا وهنا إذن واحد اثناني ونضر الفاصيل هنا ثلاثمئة وتمانية وسبعون فاصيلة ستة وخمسون بهذا نهي تمرين صفحة ثلاثة وعشرون نلتقي في الصفحة أربعة وعشرون كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلايليست للقاء